خلونا نروح بقى للنهائي الممتع للغاية نهائي دوري أبطال أوروبا التشامبينز ليج الأروع تقريبا في تاريخ النهائيات مانشستر سيتي بيقدر أنه يفوز على انتر ميلان المكافح زي ما شفنا رودريجو هرنانز بيسجل الهدف في الدقيقة 68 يعني رصاصة الرحمة من لاعب الارتجاز من مانشستر سيتي شفنا طبعا زي كتيبة الكتيبة الإيطالية أنتر ميلان حاولت وكفحت كتير جدا أنها تحاول أنها التعادل في الدقائق الأخيرة تحديدا من الديئة السبعين شفنا هجمات خطيرة جدا لأنتر ميلان للأسف أشهدت باقت جميعها بالفشل أخيرا بيب جوارديولا بعد تقريبا 10 سنين كان آخر أو أكتر من 10 سنين يعني آخر كأس حققها بيب جوارديولا كان ساعته كان بيمرن ليونيل ميسي في بارشلونا على فكرة كان ليونيل ميسي ساعته كان عنده 22 سنة والنهاردة آلان كان برضه عنده 22 سنة آخر كأس حققها بيب جوارديولا كان مع الفريق الأسباني المعتادر الأسباني بارشلونا وأخيرا طبعا تبتسم الكرة لبيب جوارديولا تبتسم الساحرة المستديرة لبيب جوارديولا ومانشستر سيتي عشان تقدر مانشستر سيتي أنها تعلق النجمة الأولى على قمصها خلونا نشوف دلوقتي صورة حية من ملعب كمال أتاتورك بإسطنبول اللي استضافت واحتضنت النهائي الأروع من هذا النهائي طبعا شايفين جماهير مانشستر سيتي والأعلام الزرقاء والإنارة الزرقاء اللي بتميز طبعا الفريق بتزين ملعب كمال أتاتورك في إسطنبول يعني حاجة جميلة جدا وشفنا الترتيبات والاستعدادات على فكرة النهاردة التنظيم في الملعب قسم الملعب لثلاث أجزاء جزء لجماهير مانشستر سيتي الجزء الثاني لجماهير انتر ميلان والجزء الثالث كان لجماهير التركية اللي كانت بتحاضره يعني حضرت الملعب ويتشجع الفريق طبعا مانشستر سيتي استمر في الملعب بيحتفل مع فريقه بيلفوز انتر جماهير انتر ميلان زي ما شايفين خارجين يعني هي دي الكورة كورة مكسب ويه خسارة كورة غالب ويه مغلوب كورة يعني حد فرحان تاني حزين بس يبقى أو تبقى سحر كورة القدم كلنا بنستمتع بيها واستمتعنا بيها النهاردة النهاردة شفنا يعني في المتش تغيرات ومنعطفات كتيرة من الكورة شوية كانت مع مانشستر سيتي شوية كانت مع انتر ميلان شفنا اداء ولا اروع شفنا كمان لوكاكو لم نزل ازاي عمل اداء مهم جدا وخطير جدا ومؤثر جدا في هجوم انتر ميلان للأسف يعني الهجمات اللي احنا شفناها من انتر ميلان يعني لم يوفقوا ان هما اي حد اي من الهجمات دي ان هي تسجل على مرمى مانشستر سيتي على ايات حال دي ان الكورة زي ما قلنا مكسب ويه خسارة جماهير فرحانة جماهير زعلانة في نفس الكدر دي كورة القدم اخيرا منشستر سيتي بيعلق النجمة الاولى في تاريخه هو يعني يستحق كده والكورة اخيرا بتعطي او بتهدي منشستر سيتي الكأس عن مجمل اعماله زي ما بيقولوا يعني مجمل اداءه في البطولة مشوار منشستر سيتي في البطولة ما كانش يعني ممهد بالورود ما كانش مفروضش بالورد شوفنا يعني مشوار صعب شوفنا طبعا كان اعتقد في المشوار بتاعه صححولي زمانينا كان ريال مدريد اعتقد صحيح كسب ريال مدريد في مشوار شوفنا اداء قوي جدا لي منشستر سيتي فمقولة ان الكرة تعطي من يستحق النهاردة حققت على ارض الملع في اوقات كتيرة جدا الكرة لا تعطي من يستحق بس النهاردة منشستر سيتي كان يستحق الفوز ويعني جالوا الفوز النهاردة بعد صعوبة طبعا بعد اداء قوي من منشستر سيتي من كتيبة باب جوارد جوارديولا اللي زي ما قلنا انه هو اخر كأس حققته كان مع بارشلونة كان تقريبا من 12 سنة حاجة كده كان طبعا كان مع زملاء ورفقاء ليونال ميسي من ساعتها باب جوارد جواردولا كان بيكافح كان بيحاول ان هو يفوز بهذا اللقب لقب التشامبينز ليج شوفنا شوفنا باب جواردولا مرن بايرن ميونيخ للأسف ما معرفش ان هو يحصل على الكأس شوفنا برضو تاريخه مع منشستر سيتي وشوفنا النهائي النسخة اللي فاتت اللي انهزم فيها من أرسنل 1 صفر برضو معرفش انه حققه نهارده تشيلسي كان تشيلسي ومنشستر سيتي الزملاء في الكنترول بيحاولي منشستر سيتي وتشيلسي نهائي كان ولا اروع برضو النسخة اللي فاتت وتشيلسي فاز ساعتها على منشستر سيتي 1 صفر نهارده خيرا طبعا ما فيش حد اسعد من بيب جواردولا طيب ده كان يعني ملخص سريع اللي حصل النهارده من كواليس والماتش اللي هو الغاية فيه الاثارة والمتعة نهائي التشامبينز ليج كما يجب ان يكون اشتركوا في القناة